مع انتهاء الانتخابات الأمريكية وما رافقها من ضجيج ألقى بظلاله على المشهد الإعلامي في الأسبوع الأخير بدأت ردود أفعال دول العالم وقادتها تظهر للعيان وذلك بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة فما بين مرحب بشدة مثل كثير من دول العالم ومن بينها كندا فإن بعض الدول وفي مقدمتها إيران تعتبر خسارة ترامب بمثابة طوق نجاة يمكن أن ينقذها من سنوات عجاف عانت فيها من سياساته المتشددات وجهها الرئيس الإيراني حسن روحاني لم ينتظر طويلا فبادر بالقول إن على إدارة بايدن اغتنام الفرصة لتصحيح أخطاء الرئيس دونالد ترامب في إشارة إلى إعلان الأخير انسحب بلاده من الاتفاق النووي وفرضه عقوبات خانقة على طهران رافعا صقف طموحاته قائلا إن العودة للاتفاق النووي ستكون نقطة البداية لمتابعة المفاوضات وهو ما يعني ضمنا أن إيران تهيئ نفسها لمرحلة أقل سودوية وفق توقعات قادتها فوز بايدن يمكن أن يفرح دولا مثل فانزويلا مثلا لكن بعض الضبابية لا تزال تخيم على ملف علاقة واشنطن مع دول أخرى فتركيا مثلا يتراوح موقفها من الإدارة الجديدة للبيت الأبيض بين التفاؤل بالتخلص من تهديدات ترامب حول معاقبته عسكريا بسبب صفقة منظومة S-400 الصاروخية الروسية وبين الحذر الواجب من موقف بايدن المتشدد تجاه الرئيس أردوغان حلف الناتو كان واضحا في ترحيبه بفوز بايدن فالأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ كان من أول المرحبين بفوز الرئيس الجديد مؤكدا أنه مؤيد قوي لحلف شمال الأطلسي بعض الدول من الواضح أنها ستتريث قبل الإفسح عن مواقفها الصريحة تجاه بايدن في وقت يرى مراقبون أن روسيا تقف في مقدمة المتشائمين من فوز بايدن والذي طالما كان يتهم ترامب بالتراخي بل وحتى الخضوع للرئيس بوتين ومما لا شك في هذا المرحلة المقبلة سترسم خارطة جديدة ومختلفة للعلاقات الإقليمية والدولية سيكون محركها الأساسي هو الولايات المتحدة والتي لا تفضل أي تدولة مبادرة باستعدائها لأسباب وعوامل لا تخفى على الجميع بانتظار معرفة المسار الذي سيتخذه بايدن وطاقمه الرئاسي في التعامل معها